أعلنت الحكومة الفنزولية إحبط محاولة انقلاب شملت خطة لاغتيال الرئيس نيكولاس مادورو متهمة الولايات المتحدة وكولومبيا وشيلي بالضلوع فيها وقال وزير الأعلام خرخي رودريغيز لقد شهدنا كل الاجتماعات التي خطط فيها للانقلاب عبر تسلل عمل حكوميين إلى عمليات التحضير لمحاولة الانقلاب بهدف إطاحة مادورو واستبداله بجنرال هذا وأوضح رودريغيز إن الخطة التي شارك فيها ضباط أحليون ومتقعدون كانت ستنفذ بين يومي الأحد والإثنين الماضيين